وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة أقامت الكنيسة الأرثوذكسية صلاة المجدلة الكبرى احتفالا بعيد الاستقلال السابع والسبعين للمملكة جاء ذلك بعد انتهاء خدمة القداس الإلهي الذي ترأسه سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس في كتدرائية دخول السيدي إلى الهيكل الصوفية بحضور عدد من وزراء والأعيان والنواب وشخصيات رسمية وعسكرية وعامة وحجد كبير من المواطنين ورفع سيادته الصلاة ابتهالا لله أن يحفظ الأردن وقيادته الهاشمية وحكومته الرشيدة وشعبه الأمين شارك في الخدمة جمع من الأباء الكهنة والشمامسة وعدد كبير من أبناء الرعية وبعد انتهاء القداس توجه الجميع إلى قاعة الكنيسة لتبادل التهاني ابتهاجا بهذه المناسبة المجيدة إنه لفرح عظيم يعاد باجتماعنا اليوم هنا رافعين صلاتنا لأجل استقلال بلدنا العزيز السابع والسبعين مستذكذين مستذكيرين إنجازات الأوائل من الهاشميين ومن الآباء والأجداد الذين أنشأوا دولتنا الأردنية قبل تعشرة عقود ويزيد وضعين أساسات متينة ليكون الأردن بلدا باقيا للجميع وهذا ما كان ونحن فيه الآن باقون أبنائي وبناتي الأعزاء علموا أولادكم وبناتكم أن استقلالنا لم يأتي بيسر وراحة علموهم إن المحافظة عليه أصعب علموهم إن روايتنا هنا في الأردن مختلفة علموهم بأن جيشنا العربي هو من ساهم في بناء مؤسسات الدولة الأردنية وليست المؤسسات من بنات الجيش كما حدث ويحدث في دول عديدة